ضمن التطور الكبير الذي تشهده بلدية مدينة الشارقة في مسيرة التقدم والتنمية واستمراراً لمشاريع البلدية الهادفة للمحافظة على الموارد البيئية دشنت بلدية مدينة الشارقة المرحلة الأولى من مشروع نظام معالجة حماية مياه الصرف الصحي الجديد بالمواصفات والمعايير العالمية الحديثة ضمن مشاريعها التطويرية لهذا العام يعتبر مشروع تكتيف الحماية المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تم استقطابه طبعاً من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعتبر الثاني عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية تم استقطاب هذا المشروع وهذه التقنية بعد تشياز البحوت والدراسات الفنية من قبر فريق العمل مشروع متميز سوف يوفر المشروع بعد انتهاء المراحل الثلاث ما يقارب عشر مليون درهم من عمليات التشغيل في تكتيف الحماية حسب الأسعار العالمية للمواد الكيموية يتميز المشروع بقلة استهلاك النظام للطاقة وشغله لأقل مساحة أرض ممكنة بحيث لا تتجاوز عشرين بالمئة من المساحة الموجودة مقارنة بالأنظمات السابقة والتي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في معالجة مياه الصرف الصحي بما يتماشى مع النهضة العمرانية والنمو السكاني في الإمارات الباسمة وبما يعكس حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات والريادة في إطلاق المشاريع الحيوية هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات في البلدية ويعكس حجم العمل والإبداع الذي تتميز به مختلف الإدارات والأقسام والجهد المبذول لخدمة الجمهور وتقديم كل ما هو مميز لخدمة الوطن والمواطن وللحديث مشاهدينا حول إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نظام معالجة حمأة مياه الصرف الصحي الجديد بالمواصفات والمعايير الحديثة يسعدنا أن نستضيف في استيديو برنامج أماسي كل من المهندسة نوف إبراهيم بن رشيد وهي مهندسة معالجة بإدارة الصرف الصحي ببلدية مدينة الشارقة والمهندس عادل محمد عمر المازمي وهو رئيس شعبة الأجهزة الدقيقة والتحكم بإدارة الصرف الصحي ببلدية مدينة الشارقة مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا ما شاء الله عليكم والله يحفظكم المهندسين عندكم مصطلحات هاي بعد نحن نتعلمها للمرة الأولى حمأة وغيرها نحن بنا أو توقعنا يعني المصطلح لعلاقة في الحماية أنتوا قلتوا محمد ما صرت بعيد أنت ولكن هو مصطلح خاص بالصرف الصحي أبتدي معاك مهندسة ما أهمية في الحقيقة تجهين هذه المحطة الخاصة بالضخوة المعالجة لمياه الصرف الصحي بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم على الاستضافة في تلفزيون الشارقة طبعا تحرص بلدية مدينة الشارقة على اتباع أفضل الممارسات البيئية ويعد هذا المشروع مشروع محطة تكثيف الحمأة من المشاريع الرائدة حقيقة وهذا المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني عالميا من بعد الولايات المتحدة الأمريكية أين يكمن بالتحديد يعني التمييز أو الجانب للا علاقة في الأسبقية الأول من نوعه في ماذا بالتحديد هذا المشروع يعتبر مشروع مستدام الهدف من هذا المشروع عدم استهلاك المواد الكيميائية فنحن حققنا في هذا المشروع هذا الهدف المهم الذي يضمن الحفاظ على البيئة جميل المشروع كما تفضلت المهندسة نوف يعني الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالميا ولأول مرة يتم استخدامه خارج الولايات المتحدة الأمريكية صحيح يعني سؤالي عن تفاصيل هذا المشروع وآلية عمل هذا المشروع لتواكب بالتأكيد أو ليواكب هذا المشروع النهضة كذلك النهضة في كافة المجالات التي تشدها مدينة الشارقة بلدي مدينة الشارقة سباقة في استقطاب التكنولوجيا الحديثة فريق العمل الموجود في البلدية فريق عمل البحث والتطوير ركز على أن كنا نبانيه بجهاز يحلنا المشكلة التي تكمن فيه أن استخدام عدد كبير وكمية كبيرة من البوليمر المواد الكيميائية فتم تطوير هذا الجهاز مع الشركة في أمريكا وخذرنا نفس ما تقول أن الدزاين خاص لبلدية مدينة الشارقة يعمل بطريقة تصميم خاص بالضبط تركيزه كان على نظام يعمل بطريقة الطرد المركزي نعمل على أن نعزل الحماء عن مياه الصرف الصحي بطريقة أن تكون فيها دوران سريع جدا والآلية العمل والأشياء الإيجابية التي حصلنا عنها أن كنا ننتج قبل 25 متر مكعب في الساعة مع هذا الجهاز وهذا النظام أنتجنا خمسة ضعاف 125 متر مكعب في الساعة ماشاء الله أيضا أن كنا قبل التكثيف كان أقل الآن تكثيف عالي جدا تقريبا من ثلاثة إلى ثمانية بالمئة أكثر عن قبل وبعد أنه لدينا إيجابيات كثيرة جدا نتكلم عن إيجابية البصمة الكربونية هذه أكثر بـ 15 الجهاز هذا سحافظ 15% أكثر عن الأجهزة التي كنا نستخدمها قبل جميل المرحلة الأولى مهندسة نوفر جعلت المرحلة الأولى من المشروع تم إطلاقها صحيح؟ يعني ترتب على هذا الإطلاق مجموعة من العمليات ما هي هذه العمليات التي ترتب عليه إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع؟ طبعا تم وضع أول شيء خطة استراتيجية على هذا المشروع وهي على ضمن ثلاث مراحل والله الحمد اليوم أطلقنا هذا المشروع وهي المرحلة الأولى اللي حطينا فيها في هذه المرحلة حطينا أهداف مهمة اللي هي أول شيء الطاقة الاستهلاكية تكون أقل والتشغيلية الساعة الاستيعابية كثرنا مثل ما ذكر المهندسة عادل كان من 25 متر مكعب في الساعة سوى 125 متر مكعب في الساعة وأيضا الإنبعاثات للغازات الكربونية قلت نحن لا تذكر مثل ما قال 15 مرة فهذا الدليل على الحفاظ على البيئة وعلى الاستدامة وعلى أن نخلق بيئة تكون صحية وإن شاء الله بنطلق المشاريع في المرحلة الثانية والثالثة في العوام القادمة إن شاء الله بإذن الله يعني إمارة الشارقة إمارة صديقة للبيئة تحافظ على البيئة لا توجد بها كسارات بالإضافة إلى حرصة على أن تشمل كذلك أدوات الأدوات التشغيلية سواء للمصانع أو لغيرها من الأماكن في المناطق الصناعية التجارية جميع الأجهزة التي تساهم في الحفاظ على هذه البيئة ذكرت لمهندس عادل بأن الأجهزة الحديثة في مجال معالجة تحديدا الحمة أو غيرها ساهمت كذلك في زيادة حجم أو الطاقة الاستيعابية بنسبة تجاوزة الـ 15% بالمقارنة بما كان يستخدم في الأجهزة السابقة صحيح؟ صحيح يعني الأجهزة السابقة تم الاستغناء عنها بالكامل أم ما زالت تعمل مع كذلك المرحلة الأولى من الأجهزة الجديدة؟ الأجهزة القديمة موجودة لأنها هي الأجهزة الاعتيادية التي موجودة في أي محطة معالجة تكون في الإمارات أو خارج معتاد عليها في كل المصانع مصانع معالجة مياه صرف الصحي هنا في الجهاز هذا الجهاز الطرد المركزي الجهاز نفسه يشتغل بطريقة السرعة العالية فكان التركيز هنا أننا نحط ثلاثة أجهزة في جهاز واحد هذه الأجهزة بالتكنيكال نحن نقول عليها البلت تكنيك والبلت برس والداف هي ثلاثة أجهزة في جهاز واحد وبعد الجهاز هذا نفسه عن خمس أجهزة من هذه الأجهزة يعني خمسة عشر جهاز ماشاء الله فلحنا لما نتكلم عنه أن الجهاز هذا وفرنا وفرنا طاقة استهلاكية كبيرة من الكهرباء بصمة كربونية أقل جدا نتكلم عن المساحة المساحة يعني لو كان عندنا مثلا منطقة كبيرة يعني كانت قبل ناخذ ثلاثم ثلاثم متر عسب نحط الأجهزة الآن هنا عندنا ثلاثة متار فأربع متار جهاز واحد يعني يطلع لك انتاجية خمسة أضعاف للحمأة التي كانت تنتج قبل ماشاء الله يعني كذلك تحرص البلدية مهندسة نوف على استخدام أفضل الممارسات تحديدا في مجال معالجة مياه الصرف الصحي ما هي هذه المجرات التي تستخدمها البلدية في هذا الخصوص وكيف يتم الاستفادة من مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها طبعا البلدية تسعى دائما على الحفاظ على البيئة طبعا في فريق بحث وتطوير في بلدية بديدة الشارقة دائما مطلعة على التقنيات الحديثة الموجودة المتعلقة أيضا بالصرف في معالجة مياه الصرف الصحي لضمان طبعا جودة مياه المعالجة للصرف الصحي لاستخدامها في ريء المسطحات الخضراء مثل ما ترى الآن الشارجة بمسطحات الخضراء الحمد لله هي كذلك تساهم في اتشار هذه الرقع الخضراء في أماكن يتم تحديدها مسبقا من قبل البلدية اعتقد بالتعاون بين الإدارات المختلعة سواء كانت إدارة الزراعة أو إدارة الصرف الصحي نحن نرى سعادة جزء من الجولة التفقدية لسعادة مدير عام البلدية في هذه المحطة هل هذه المحطة تم إنشاها حديثا من ناحية البنية العمرانية أقصد؟ المحطة جديدة جدا يعني نروم نقول أنها أحدث المحطات أحدث المحطات وهي اليوم كان الافتتاح المحطة بدأنا الدراسة فيها في 2019 مع الفريق كامل الفريق البحث والتطوير وفي 2020 بدأنا في بداية جائحة كورونا نتطرق على موضوع أنه بداية جائحة كورونا ووقفت الموانئ اللي تورد مثلا تخليك الدخل المواد الكيميائية فالموردين الأساسيين اللي موجودين في الصين والدول الثانية ووقفت ما ترون ما تصدلنا مادة البوليمر الجهاز نحن نسميه يعني كمسمة أنه جهاز زيرو بوليمر زيرو كيميكال فالجهاز هذا يحتاج الجهزة القديمة تحتاج إلى مادة كيميائية هذا الجهاز في الدراسة الحين كنا نطبق من بداية السنة وصلنا شهر ستة أو أواسط يعني للسنة كان التوريد واقف التوريد المواد الكيميائية فالجهاز هذا يشتغل بدون مواد كيميائية فالتمسنا النتائج الإيجابية أن نحن ما نعتمد على الأشياء الكيميائية والمواد هاي ومصدر واحد فقط ومصدر واحد صحيح وإيجابية يعني كبيرة جدا على أن نحن وفرنا يعني كحسبة مالية كانت تقريبا ما يقارب العشرة مليون درهم من المواد الكيميائية هاي كنا نستوردها قبل كل سنة مثل ما نعرف على بداية السنة نسوي توريد مواد كيميائية يتكافينا مثلا لنهاية السنة هاي الجهاز الحين الحمد لله يعني وفرنا هاي المبالغ الكبيرة زائد الأشياء التي طرقنا عليها قبل من البصمة الكربونية ومن المساحة زائد الصيانة نتكلم عن الصيانة الصيانة هذا الجهاز بسيط يعني على أن نتكلم عن الصيانة ما يأخذ مثل الجهاز القديم الجهاز القديم شوي فيه تكنولوجيا قديمة فإذا يعني خذيناها للصيانة يكون واقف لمدة يومين ثلاثة يحتاج يعني وقت طويل والمواد تكون قطع الغيار ما يكون يعني جهاز قلاص قدم هذا حتى طريقة أنه طريقة عمل الجهاز تحتاج إلى صيانة دائمة دورية أما الجهاز هذا يعني فيه نحن نروم نقول بمصطلح مينتنانس فري يعني يشتغل صيانة مجانية مينتنانس فري يعني صيانة من نفسه نعم تأخذ فترة طويلة فترة طويلة ما تدخل في الصيانة فأنه بيكون عندك تشغيل مستمر يكون عندك أوبريشن دائم في الجهاز فيوفر عليك أشياء كبيرة صحيح يعني نحن من ضمن كذلك ما يسعدنا أن نشوف هذه الكوادر الوطنية اللي تعمل في هذه التخصصات الدقيقة في الحقيقة وتخصصات تحتاج إلى عناية ودقة وكذلك يعني مواكبة مستمرة للمستجدات في هذا المجال لما تحرص البلدية على أن تستورد أحدث المحطات اللي تعتبر الأولى في المنطقة الشرق الأوسط والثانية على المستوى العالم بالتأكيد هي ارتكزت على كوادرها الوطنية المتمثلة فيكم أنتم الموجودين معنا يعني حدثيني عن هذا التحدي مهندسة نوف كيف واجهته من ناحية تطوير إمكانيات هذه المحطات لتواكب كذلك النهضة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات طبعا ما في شيء مستحيل في بلدية مدينة الشارقة صراحة من القيادة في بلدية مدينة الشارقة الحمد لله لأن تثق بالكوادر وتثق بالمواطنين وتثق بالشباب يعني ما شاء الله يعني تثق وتعطيهم الدعم الدعم المستمر صراحة فهي بيئة مثل بيئة محفزة صراحة فالواحد يعني ما شاء الله إدارة وإدارة تتنافس صحيح تطلع تبتكر تتبني أفكار صحيح فنحن في إدارة الصرف الصحي يعني شغالين في البحث المستمر على أحدث التقنيات الحمد لله وتثق باختياراتنا صراحة بس بعد الدراسات الدقيقة طبعا يعني هو تخصص دقيق جدا ويحتاج إلى كذلك تركيز عالي صحيح يعني بماذا تنصحين كل من يتابع كل من يرغب في دراسة هذا التخصص كل من درس هذا التخصص ويرغب في دخول سوق العمل طبعا اللي يحب المجال طبعا في هذا المجال المعالجة ولا البروصيس بيكون في عنده شغف شغف للتعلم شغف لحل المشكلات لحل التحديات الموجودة فهو دافع نفسي صحيح عرضنا النتائج المرجوة من هذا المشروع ولخصناها ماذا يمكن أن نقول لأستاذ المشاهدين نتائج يعني النتائج إذا نأخذها يمكن السؤال المشترك بينك وبين المهندس نأخذ النتائج يعني نأخذ نتائج كثيرة نبدأ بالصيانة مثل ما اطرقنا أن الصيانة للجهاز اللي كان كنا نستخدمه وما زال يعني موجود وموجود في المحطات الثانية راح توفره في تكلفة الصيانة الصيانة نعم مشكل كبير و البركداون يعني أنت يوم عندك مثلا بريكداون في جهاز قبل توقفه لازم تطلع عبارة العطل يعني العطل فترة معينة عن الأوبريشن الجهاز هذا يكون دائم شغال نتكلم عن البصمة الكربونية كانت جهاز القديم عبارة عن 15 كيلو جرام CO2 كربون في طن واحد من الحماء هذا الجهاز 1.4 حاليا حاليا 1.4 يعني 15 مقر نتكلم عن المساحة المساحة تأخذ بس 20% من المساحة السابقة كيف تم استغلال بقية المساحات 80% السابقة إن شاء الله ترى في مرحلة ثانية وفي مرحلة ثالثة جميل طيب متى ممكن الانتهاء من العمل في هذه المرحلة الحالية الأولى الأولى الحمد لله تم الانتهاء منها نعم بالكامل بالكامل وما هي الخطة في ما يتعلق بالمراحل القادمة المراحل الثانية طرق لها المرحلة الأولى كانت في جائحة كورونا والتمسنة النتائج الإيجابية الحمد لله جاوزنا التحدي ويعني مبلغ كبير وفرنا 10 مليون درهم المرحلة الثانية تبدأ الحين خلاص الدراسة خلصت عليها إن شاء الله تبدأ في 2021 بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله وبتخلص على نهاية السنة إن شاء الله وبعد بيكون فيها نتائج إن شاء الله ملموسة والمرحلة اللي بعتها عسنة اليائية إن شاء الله بإذن الله ونتمنى بأن نتائج المرحلة الثانية تكون أفضل من الأولى مهندس عادل ومهندس أنوف سعد بوجودكم معي أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في بلدية مدينة شارقة شكر موصولكم ولي زملائكم ولي قيادة البلدية شكرا لكم